يخوانا من أساسيات المناظرات بعد أن تعلم الأدلة على ما تحمله أو ما تحمله أنت من منهج لا بد أن تعرف شبهات الخصم لأن ما من خصم من الخصوم إلا وله شبهات كما قال تبارك وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية يبقى ما من خصم من خصوم الدعوة السلفية إلا وله شبهات أنت لو ما عندك معرفة بشبهات الخصم يعني ما شرط يكون عندك معرفة بكل الشبهات المثارة حول الإسلام ولو جعلنا ذلك شرطا لتعسرت مسألة المناظرات أو العلم أو الدعوة لكن أنت الواجب عليك أن تكون ذا معرفة بشبهات الخصم فيما يتعلق بموضوع النقاش أو موضوع الحوار إذا كان في العقيدة أو في مسألة السنة أو في غيرها طيب من الأمثلة على مسألة ردة الشبهة من الأمثلة عليها الشيخ بن عسيمين كاتب كتاب اسمه القواعد المثلة جاء فيه قواعد عن الأسماء وقواعد عن الصفات وفي آخر الكتاب ذيل الكتاب ببحث فيه 15 مثال 15 مثال دي بتتكلم عن الأدلة اللي بيزعم المتصوفة إنه أهل السنة بأولوها لأن وصلنا نحن بنناقشهم بيقول لهم أنتوا ليه بيتأولوا مثلا صفة الاستواء بأولوها ووحدين ينكروها وأغلبهم يؤولوا يقول لك استواء بمعنى استولى في تأويل فهم بقولوا في أمثلة برضو أهل السنة بأولوا فيها منها جابوا حديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن طيب تخيل أنت في مناظرة وواحد صوفي جاب لك المثال ده وقال لك أنتوا بتقولوا الأسماء والصفات نجريها على ظاهرها نجري كل الصفات كل الأسماء على ظاهرها سميع عليم نعم استواء العرش نعم استواء العرش تجري بأعيننا نعم تجري بأعيننا يقول لك إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن الشيخ ابن حسيمين قال الرد عليه شان إنت تعرف الشبهة الرد عليه قال من وجهين الوجه الأول الحديث ضعيف أنت أول ما قلت لك الحديث ضعيف ثابت كده أنت مركته لأن القاعدة أثبت العرش ثم أنقش يعني تجري أن تلزمني بنص لابد أن يكون ثابت في الأول إن كان حديثا وإن كان آية لابد أن يكون فهمها فهم صحيح كويس فقال الحديث ضعيف كما قال الشيخ الستاء بن تيمية ثانيا قال النفس هنا بمعنى التنفيس التنفيس يعني الفرج إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أي أجد الفرج من قبل اليمن أي بالجنود التي تنصر الإسلام من قبل اليمن ابقى لو ثبت الحديث هنا ما فيه أي تأويل ولا صرف عن ظهره وصية القحطان الله قلوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان